كنت تعرضت للسحر وتعملني سحر وتفك وتفاصيل كثيرة ويمكن هذه الأشياء نرى في بعض البرامج في ناس تصدقها ونسبة تصدقاش موضوع السحر زي تعرضت للسحر؟ أنا لقيت حاجات في بيتي ولقيت ورق وحاجات اللي هي معمولة مسلسات وهو في حد كان بيقصد أنه يعمل هذه الأشياء كان عايز يقراني في الناس اللي حواليه وكان عايز يستحوذ علي لشخصه فكان بيحاول خلينا أشوف حاجاته وكنت طول الوقت حاسة أن في حد جنبي أخف أبص جنبي لأن بقى حاسة بخيال رايح جاي دفقني فترة في حياتك الكلام ده كان من كم سنة؟ الكلام ده من ثمان سنين ثمان سنين ده كنت متجوزة جوزك الأولاني؟ آه فكنت على طول بشوف حاجات غريبة حاجات بتعدي آه بقولك على طول في حد موجود معي يعني فيه أنا يعني فعلياً أنا موجودة في البيت الواحدة أو أنا في القودة الواحدة بس في حد معي مين اللي انتي شايفاني مين اللي عملك السحر هو؟ ولا حد من أهل؟ لا أنا مش لا أنا ما أقدرش لا طبعاً بابا هيفن لا أنا ما أقدرش أن أنا أقول عليه طبعاً حاجة زي كده بس يعني طبعاً أنا بصي برضو يا مروح اللي عملك الكلام ده أو عايز يستحوز عليك لشخصه عايز يحسسك طول الوقت أن أنت خايفة ومرعوبة علشان تلقائله هو آه يبقى ده كان حد بيحبك حب عاطفي آه فعايزك تفضلي طول الوقت مع ما تسبيهوش أو ما تنفصليش عنه؟ ممكن بس أنت مش حاسة هو مين خالص؟ لأ هو لأ بس أقولك على حاجة أنا في الفترة دي أنا كان عندي صديقة قريبة جداً صادقتين قريبين جداً وكانهم من الاتنين بيغيروا علي بجد اللي هي أنت كلمتها أكتر مني غير مرضية آه دول كانوا من الوسط الفني أو من برا الوسط؟ لا أقول لها أنا لدرجة أن أنا وصلت قلت لها هو معلش أو أنت جوزي غير المرضية دي التضيع إيه يعني إيه يعني إيه إيه بيتكلمها أكتر مني؟ أو أنت تحبي جوزيك أكتر مني؟ أو أنت إيه ده كمان متدخلة في أنت تحبي جوزيك أكتر منها؟ آه آه طب أنتوا مبسوطين أنت عارفة؟ لما بدتتها تجوز لقيتها هي غيرانة جداً من الموضوع فأنا يعني أنا كنت في حيرة ما قدرتش أوصل بجد فعلياً هو مين كان السبب إن هو يخليني مضطربة أو مش مبسوطة أو سعيدة في حياتي خليني طول وقت قلقانا من أن أنا أقعد لوحدة. أقف أقعد لوحدة. النور ده لو قطع، أنا بسرخ. أجري بسرعة. يعني عادي فتحت مرة الشباك وطلعت رأسي بره يا جماعة الحقوني. جالك وسواس. جالك وسواس قهري. آآ. خفت فتحت الشباك وبجاء حرفين الحقوني الحقوني الحقوني. اللي هو يعني خطر. فيه ناس مؤزية لدرجة أنها تدمر لك حياتك. طيب أنت شكتي في مين؟ يعني شكتي في حد مرتبط بك عاطفين أو شكتي في صحابك؟ أنا شكت في صحابي. في صحابك البنات من هما اللي ممكن يكونوا عاملين لك السحر وعايزين يوقفوا لك حياتك. آآ. فهم يعني كانت المواقف كانت غريبة. يعني المواقف والأسئلة وتتسئل أسئلة أنت متتسئلاش غير من جوزك. يعني جوزك هو اللي يسألك السؤال ده. إيه يعني الموضوع؟ فكان الموضوع بالنسبة لي مريب. وفيه شيخ هو اللي فكلك السحر. آآ. بكل سهولة وإنتي بعدها حستي أن ما فيش الخيالات دي بدأت تروح. آآ. الورق اللي كان مرمي تحت السرير ده ما بقش موجود؟ ورق أعداد رهيبة. آآ. ورق دلابي ورق سريري ورق الكنبة اللي بعض عليها محطوط في المخدتي. فكان فيه حاجة كتير. للاشتراك زوروا موقعنا الفاتي في دوت كوم أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية ترجمة نانسي قنقر